بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتم في أحسن الأحوال تنطلب الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم الخير والبركة في شهر الكريم ويدخل عليكم بالعافية وكل أمنيات ديلكم إن شاء الله بحول الله وقوة سوف نوضع واحد الوصفة تسيقه في رمضان تسيقه مرة في الأسبوع في رمضان الناس اللي عندهم مشاكل والناس اللي عندهم تنطيصدار والمشاكل في رمضان الوصفات اللي سوف نضع إن شاء الله كلهم علاجيين تابعوا الوصفات إن شاء الله وغيرون غير الخير أول حاجة الناس اللي تنوض عندهم السحر في رمضان تأثر عليهم السحر حتى في رمضان تكونوا عندهم تأثير الناس اللي عندهم مشاكل توقع لهم في رمضان ديما عندهم صداع والمشاكل أو عندهم عوارد في البيت ديال شي ما نفهم مع شي وديما عندهم مشاكل وديما عندهم صداع والمشاكل أغلبية الناس في رمضان تتصابوا بالمشاكل تكون عندهم عوارد وفي رمضان مع الصيام تيتأطروا هدوك الناس اللي عندهم عوارد تيتأطروا وتيولي أنهم قلقين وتنوض عندهم أصداع المشاكل الناس اللي بغين ينزلوا السكينة في البيت ويكون أمور على ما يرام الناس اللي بغوا يحيدوا العوارد ديالنحس ما عندهمش رزق ما عندهمش مال ديما عندهم هبوط في المال ديما عندهم قلق البركات ديما عندهم صداع والمشاكل والناس اللي تنوض عندهم صداع والعوارد في رمضان كان الناس اللي في رمضان تمردوا بزاف كان الناس اللي تتأطروا بزاف رمضان مع الصيام مع تسبيح مع قراءة القرآن الناس سيشد عليهم الحال إذن أحبابي إحنا اليوم نبدأوا بتسيقاء دي الرمضان اللي غادي نحيدوا بها بزاف العوارد وبزاف المشاكل اللي عدنا محيطة في البيت إذن غالي ناخدوا واحد كمية دي الملحة عدنا الحرمل عدنا السنوج عدنا العرعار عدنا السنوج معلقة عدنا معلقة السنوج معلقة الحرمل معلقة الحلبة معلقة دي العرعار بلاستيكا دي الملحة إذن هاد 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 المكونات هاوما اشتوهم هاوما لأن غادي ناخدوهم آآ الناس اللي عندهم قوشور التوم ما دلوش توما في رمضان توما في رمضان ما تندلوش تندلو قوشور التوم قوشور تبطلو الأسحار وتحيدو أي حاجة حتى في رمضان إنسان تتأثر بالأسحار إذن خسكم تعرفوا هاد المسألة أن الإنسان الممسوش تتأثر في رمضان إما يمرض إما يوقع لي مشاكل إما يوقع لي صداع إما الجسد ديالو ما تيرتحش لأنه تحس بعوارد أكتر من أيام العادية آآ لأنه تتزير أول حاجة غادي ناخد غادي نقسم هاد الملح على آآ كل أسبوع غادي ناخد واحد كمية إذن غادي نقسمها على أربعات الأسابيع كل أسبوع غادي نحط واحد كمية في الماء ولكن غادي نشغل صورة البقرة إيمتى غادي نوصل بهذه الغسلة نحاول أنني ندير الصيقة للبيت الصباح أو الدهر أو العصر هدو ثلاث أوقات ثلاث أوقات الصبح الدهر العصر العصر إذن الناس اللي عندهم حتى الخزامة ضيفوها الخزامة ضيفوها لأنها جيدة في آآ في صبطيل آآ تتحيد الصداع والمشاكيل وتتحيد الناس اللي عندهم عندهم آآ ديمة الصداع وقلة المال مزيانة الخزامة إذن الجزء الأول غادي نديره به نقوله بسم الله إيمتى غادي نرقده غادي نرقده في الليل إذن إذا بغيت نديره ليلة الجمعة مرة في الأسبوع غادي ندير الصيقة بهذه المكونات لأن هذه المكونات ناجحين مئة في المئة ومجربين إن شاء الله غادي يكونوا بإذن الله الواحد القهار إذن غادي ناخد واحد الجزء بحلكة بحلكة قسمته على ضربحات الأقسام إذن غادي ناخد الماء غادي ناخد الماء وغادي نقول بسم الله إذن أشنو خاسني ندير لهاد المكون غادي نرقده في الليل الرقده في الليل الصباح ربح ما نقرأ عليه تحاجة تحاجة ما نقرأ عليه لوقت اللي غادي نكون صيق في البيت الماء ولو يعفطو عليه ماشي مشكل لأن ما مقرأ عليه تحاجة ما قرأته عليه تحاجة غادي إن شاء الله الوقت اللي تنكون آآ نصيق في البيت غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نكون شغلة صورة البقرة أو صورة الزلزلة مكررة أو الأدان أدان مكرر إذن الناس اللي بغين يحيدوا المشاكل والصداع في رمضان هدي الوقت أنهم يحصنوا بيتهم بغسلة ولو مرر في الأسبوع قدر إنسان لما درش يوم الجمعة يديرا يوم الثنين ولا الثلاثة ولا الأربع مهم يوم في الأسبوع الملحة اللي اخذينا قسمناها على ربعات الأسابيع السانوج عندنا السانوج الحرمل نضيف شوية الخزابة شوية العرعار نضيف الحلبة هاتشي اللي كان قشور التوم اللي عندكم لأن قشور التوم تبطلوا السحر ولو في رمضان بطلوا أي حاجة عندكم حيث القديم وجديد بإذن الله غادي نبدو إن شاء الله نحيدوا الأسحار في رمضان بإذن الله حتى في رمضان الناس يمردوا لأن الناس اللي عندهم عوارد عندهم مشاكل العوارد معهم إذن تتأطروا في رمضان كين اللي تتسرع في رمضان إذن حاولوا أنكم غير آآ ديروا تسيقا اللي غادي تحيدوا بين النحس وتحيدوا بين المشاكل الصباح رباح إن شاء الله بعد ما رقت هاد الماء بعد ما رقت هاد الماء ليلة كاملة الصباح غادي نصفيه غادي نصفيه اللوحة للمكونات إما اللحم في مكان عاشب أو اللحم عادي في قمامة وغادي هاد الماء غادي نصيق به البيت كامل نصيق به البيت والغرف وباب العتبة ولكن ديما أنقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر إما تشغلي صورة الزلدلاء ولا تشغلي صورة البقرة ولا الأدان متكررة صورة الزلدلاء متكررة غادي إن شاء الله تدهبوا العين والحسد والتوابع أي حاجة عندكم فيها مشاكل جلب الرزق بإذن الله الناس اللي عندهم مشاكل في المال هذه رائعة وأكثر من رائعة بإذن الله الناس اللي بغين يديرها ولو مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة في الأسبوع كان الناس اللي بغين يديروا تسيقها كل مرة يقدروا يديرها يلوحوا ديما يديرها كثيرا ويحاولوا أنهم كل تسيقها يرقدوها في الليل والصباح يسيقوا بها بش يطردوا بالمرة العوارد إذن كان الناس اللي تتبخوا هاي المكونات وتي يدوشوا بهم تحيدوا الطاقة السلبية كأنهم مشوا للبحر لأن الملح رائعة في طرد العوارد طرد الناس اللي عندهم عوارد آآ تكونوا إيجابيين آآ بطرد العوارد بالملحة الملحة والخزامة والحرمل والسنوج رائعين في الغسل إذن ترقدوهم في الليل الصباح أو دهرا أو عصرا تحاولوا أنكم نقيوا البيت من آآ العين والحسد والتابعة وكل شيء آآ موقف لكم حالكم ما يخرج رمضان حتى يلقاكم بالصحة والعافية وكل ما تمنيتوا يا ربي إذن أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى لكم تكونوا بخير تنتمنى رمضان كريم ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية وكل ما تمنيتوا وأنا معكم حطوا لي تعليقات على حسب الوصفات اللي بغيتوا والله هو المستعان على كل شيء إن شاء الله غني إنسالي ومدى نجاوبكم على التعليقات لأنكم عارفين الظروف ديال شهر رمضان مع التجهيزات ومع هذا آآ الله المستعان على كل شيء إذن أحبابي خليوا لي لايك ما تنساوش وتعموا القناة باش آآ إن شاء الله تكون إيجابية إن شاء الله ويشوفها أكبر عدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته